أهلا بكم من جديد وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بزيادة نسبة الطلبة المنتسبين لمدارس دبي في عامها الدراسية الأول بمقدار خمسين بالمئة عن العدد المعلن عنه مسبقا وهو ثمانمائة طالب وطالبة وذلك نظرا للإقبال الكبير الذي شهدته المدارس خلال فترة التسجيل ليصل عدد الطلاب إلى ما يقارب ألف ومائتين طالب وطالبة للعام الدراسي 2021-2022 جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها اللجنة التوجهية برئاسة معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة التوجهية لمدارس دبي مدارس دبي باكورة جديدة من التعليم الحديث في الإمارة مبنية على الشراكة مع القطاع الخاص وستدخل خدمة في هذا العام الدراسي الجديد بمدرستين في مردف والبرشاء بمنهاج أمريكي وجودة أكاديمية عالية وستكون صفوفها من الروضة حتى الصف الرابع من السنة الأولى لافتتاحها جولة تفقدية للجنة التوجهية لمدارس دبي كانت اليوم في المدرستين للوقوف على الاستعدادات العام الدراسي الجديد وضمان تهيئة كافة المقاومات لاستقبال الطلبة الحمد لله كان الأقبال شديد على الفرعين تم تسجيل 1200 طالب وطالبة في الفرعين بينما كان المتوقع 600 فتم تسجيل الضعف في الفرعين توفر مدارس دبي نموذجا تعليميا يرتكز على الجودة الأكاديمية وكادر تعليمي مؤهل ومدرب وفقا لأفضل الممارسات العالمية بإجمالي 170 موظفا بين فرعي مردف والبرشاء كما تقدم تعليما جيدا بمنهاج عالمي لسهم في تطوير المهارات التعليمية والحياتية للطلاب والارتقاء بها وصقلها مع التركيز على القيم الإماراتية واللغة العربية والتربية الإسلامية حرصنا على أن نصمم المشروع هذا باهتمام كبير على اللغة العربية نبقى اللغة هذه تكون جزء من التنشئة التربوية لدى الطلاب والطالبات لا نستخدم اللغة هذه كلغة مخاطبة فحسب ولكن هي أداء ووسيلة حتى يقدر الطالب أن يتعرف على ركائز هذه اللغة ويعتبر افتتاح مدارس دبي في منطقتين مردف والبرشاء بالشراكة مع شركة تعليم هي المرحلة الأولى لمدارس دبي والذي أطلق في شهر مارس الماضي بهدف إنشاء وتشغيل مدارس مملوكة من الحكومة وتدارب فعالية وكفاءة من القطاع الخاص